فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فإن تقديم المخالفة علة لتقدم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه حادثه يعني أوفو اللحاء وأحفو الشوارب خالف المشركين فإعفاء اللحاء وإحفاء الشوارب علته مخالفة المشركين فعلته مذكورة من قبله مذكورة من قبله نعم فلو أنه أعفى لحيته وأحفى شاربه وقصه دون أن يقصد المخالفة لم يحصل على أجر لكنه في الجملة أكمل من الذي يحلق لحيته ويوفر شاربه هو أكمل مظهرا وصورة من الذي يحلق وإن لم يحصل له أجر في ذلك نعم لكن هذا لأنه تركها على مجرها سليم من المعثمة فقط نعم أما ذاك الذي فعله لقصد مخالفته من على الأجر ما في شك نعم إنما الأعمال بالنيات لكن هذا أكمل من الذي يحلق ولو كان ما قصد المخالفة